سوزا معاك، سوزا مهاجم من المفترض أنه قريب من النادي الأهلي وفي كلام أنه أرقامه مش عظيمة، مش هدف بيسجل أهدف كتير ودي أرقام حقيقية يعني مش أرقام لوكية وكية تحديدة للموسم الحادي هل سوزا لو جي النادي الأهلي هتبقى صفقة ناجحة؟ مبدئيا، خلايا نقول أنه تقييم انضمام أي لعب الأرقام هي معيار، مش هي الأساس اللي بيبنى معيار ضمن معايير طبعا، لأنه أنت هنا مش بتقيم بس حالة لأنك لما قيمت حالة دون النظر إلى اعتبارات أخرى في التعاقد مع برونوصافيو مثلا على سبيل المثال ما كانش تعاقد موفق لأنه أنت ما قيمتش هستري أو تاريخ تنمفروض يتقيم اتنين، ما قيمتش إمكانيات بالشكل الدقيق تلاتة، أنت لما بتيجي ترتكن لحالة بس في الغالب الاختشار بيكون سايا طيب، خلينا نروح للراجل آخر ثلاث سنوات لأن آخر ثلاث سنوات دول مهمين جدا قبل ما نبتري نستعرض الشغل بتاعه لما تيجي تتكلم على جوستافو سوزا تحديدا أنت بتتكلم على آخر ثلاث سنوات الراجل مسجل 2.50 جول هل ده معدل جيد لما أتكلم على ثلاث سنوات؟ آه، معدل جيد كثلاث سنوات طيب، ناس بتتكلم أنه حصل انخفاض في مستوى في أول موسم مسجل 31 جول في تاني موسم مسجل 16 جول نيجي الموسم الحال الراجل مسجل 6 جول بس منهم جول الف الدوري؟ منهم جول النهاردة بالمناسبة؟ وأربعة تجوال في الكاس هو هداف الكاس ومن الموسم الأربعة تجوال في مبارا واحد طيب مين أكتر لاعب بيتمناجه مهور النادي الأهلي؟ عشان أوريك أننا بنقيم إمكانيات مش بنقيم حالة جاكسون موليك؟ جاكسون موليك السنة دي جايب كم جول؟ جايب 6 جوال جاكسون موليك ليه؟ لأن الحالة بتاعته كان بيتوظف مكان غير مكانه وكان في مشكلة مع أن فيش قناعة كبيرة من المدير الفني وعدد دقائق اللي لعبها كمان قليلة وعدد دقائق اللي لعبها قليلة أشكرك عدد الدقائق اللي لعبها السنة دي جوستافو سوزا بسبب أن كيم سانج المدير الفني الكوري اللي هو بالمناسبة تقلق معاه جوستافو سوزا غير طريقته وراح لطريقة أكثر دفاعاً طب مين اللي بيقولي الكلام ده؟ مهمش وجهات نظر برضو هنروح لنفس الأرقام فرقة جون بوك الكوري فرقة من الفرقة الكبيرة جداً جون بوك الكوري فرقة من الفرقة الكبيرة جداً أولاً متراجعين جداً السنة دي في المركز الرابع ما بينفسوش مع أولسان هونداي طب مسجلين كم جون وده اللي يهمنا بنتكلم على الشرق الهجومي في 23 مباراة 29 جول رقم ضعيف جداً 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 في مركز الرابع طب نسبلي الفرقة اللي بيتنافس انت بتكلم على في 23 مباراة أولسان هونداي 47 جول 47 جول لأولسان هونداي السنة دي مقابل فرقته كلها جابت طب مين هدفي الفرقة؟ 2 لعب دوليين يعني يعني مش بتكلم على هنا على كواليتي بكلم هنا على انه في 2 لعب دوليين في منتخب كوريا الجنوبية اللي 2 الجناحين بتاع منتخب كوريا الجنوبية موجودين في فرقة هونداي اللي 2 هدفين الفرقة مون وسونك مون وكيم سونك الاتنين لعبوا رقم 31 ورقم 23 طب الهدف بتاع الفرقة جاب كم جول الخمس تجوان في السنة دي جاب 5 تجوان بس فالفرقة عندها أزمة فنية القصة مش في أرقام الراجل القصة عندها أزمة فنية كبيرة جدا والراجل كان عنده خلافه تصاب تلات مرات السنة دي إصابات كلها في اشتراكات إصابات كلها في اشتراكات الراجل عدد دقائي للعب كلها كام على بعض 738 دقيقة بتكلم فيما يعادل 8 مباريات يعني الراجل جاي بـ 6 جوال دول في 8 مباريات 6 جوال عدد دقائي لعب 8 مباريات جوستافو سوزا نروح بقى للحالات اللي هنتكلم عليها بشكل هذا إيه السبب الرئيسي هو هناك بيلقبوه بصائد الكرات الهوائية هو لعب مميز جدا جدا في قدرته على تحويل الكرات الهوائية سواء لأسست أو لجوال نبدأ نعرض وإحنا هقولك رقم اللي خلى كولر هو مدور على مهاجم كلاسيكي يجيد لعب ضربات الرأس جنب إمكانيات تانية الراجل بالنسبة لضربات الرأس اللي دائما الراجل بشتغل عليها ده الشغل اللي الراجل اشتغلوا برجله بمهاجم جيد يجيد انهاء الانفرادات بشكل جيد بيجيد الصناعة بشتغل مع الفرق بشكل جيد اهو ده أسست هيحوهد الراجل الانفراد من نصة الملعب ده اللي عمل الأسست مش هو اللي هيجيب الجول ماشي هات اللي بعده اللي بعده كمان خلينا أقولك عبال ما تجه زكوراته اه وقفني هنا بقى بصك كريم أنا لما بجي قيم بقيم الحالة البدنية بتاعت اللاعب لان الراجل عنده تسعة وعشرين سنة فنايس بتيكي تتكلم لك والله تسعة وعشرين سنة ممكن الراجل يكون بدنيا مش أفضل شيء عشان كريفرقيته عايزة ببيعه طيب دي مباراة الكاس الراجل مسجل فيها أربع أهداف السنة دي في نفس المباراة طيب أول جول في ديها كام في ديها تلاتين آخر جول في ديها كاما كريم مية وتلاتاشر مية وتمانتاشر يعني المباراة راحت لإكسترا تايم والراجل بيسجل أربع تجوال على مدار المية وعشرين ديها الراجل لاعب مية وعشرين ديها كاملة الكلام ده السنة دي في شهر قبيل فبتكلم على العيب بلاعب مية وعشرين ديها في أواخر الموس وبيسجل لحد نهاية نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بأرقام الراجل إن الدوري الكوري لم ينتهي تلعب منه 23 مباراة لسه بقي فيه في الراون دي اللي هي بتلعب على تصريبتين الأفريد جيل همه بيلعبوه الأفريد جيل همه بيلعبوه بنتكلم تقريبا في 45 مباراة كل سنة من 45 إلى 50 مباراة فاحنا لسه في وسط الموسم حرفيا فالراجل عدد الهداف اللي كان بيتأس على الموسمين اللي فاتوا هو لعب بس الموسم نفسه تلعب فيه نص المباراة نروح بقى ليه الفيديو اللي بعده بتاع الكورات الهوائية بتاع سوزا الأهل السنة دي يا كريم وإحنا بنتكلم الراجل هتلاقيه راجل مميز جدا في اختيار المكان في التايمينج الجنب بتاعه ممتاز والتايمينج مهم جدا قبل الجنبج لأنه لعيب طويل 188 سنتي وليه كولر كالراحل ده السنة دي يا كريم الأهلي 9% فقط من أهدافه من كرات هواقية 9% فقط مين أكتر لعيب مسجل السنة دي في الأهلي من كرات هواقية محمد عبد المنم 5 أهداف الأهلي مسجل 9 أهداف بما فيهم هدف محمد شريف النهاردة ياسر إبراهيم مسجل كعربة مسجل هدفين وتو مسجل هدف نتكلم على 9 أهداف سجلهم الأهلي السنة دي فقط من كرات هواقية بما يعادل 9% تقريبا من الأهداف اللي سجلها النادي الأهلي فالراجل عنده أزمة كبيرة كان بيوظف حمد فتحي من ضمن أدواره عشان اللي اشتراك في الكرات هواقية لأنه عنده شريف لا يجيدي اللعب القرات الهواقية ولا كهرباء بيجيدي اللعب القرات الهواقية فالراجل من أول حاجة بيدور عليه في المواجم انه يجد اللعبة في الكرات الهوائية فالناس هتسأل سؤال هو جاي يلعب بكرات رأسية بس الراجل بيشتغل برجل اتنين بشكل ممتاز الراجل بيشتغل بيسجل برجل مين وبسجل برجل الشمال واضح تماما من الفيديو زي ما قدتلك التايمينج اختياره للمكان ما بيحطش الكرة في المرملة هو مش قادر يسجله الراجل بينطقي هو قراره هيحط الكرة في الجول مباشرة ولا هيبتعمل أسست واضح من الفيديو من الحالات اللي احنا جايب نهاله فسوزة هو اختيار تاني قلتلك من أول يوم على كولر الراجل مش بيختار أحسن كواليتي ممكن تجيله هو بيختار بمصطلح اسمه أحسن إمكانيات تناسب طريقة اللعبة بتاعته أقولك حاجة بس قبل ما أروح لي خليش عشان بعد عمينا هدول الوقت يعني أنا بخاف من البرازيليين تجارب البرازيليين في مصر مش ناكح بس اسناء كين وكينو كان برقم ضخم جدا تجارب الكلاس اي يعني تقريبا أصلا البرازيليين في العالم كله ما بيقاش عندهم حيث التلستيجرية بشكل كبير يعني اللعبة البرازيليين عمينا قبل ما تروح لخليفة أقولك على حاجة تخلي شخصك بترجع لك تليم أنا أخطق تماما في مارسل كلها وروح اختياراته والراجل ده اختيار مارسل كلها حلوة دي